عزيز المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك عزيز المشاهد ماذا لو قمت بلمس الكلاب ومخالطة الكلاب بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لمس الكلاب ومخالطة الكلاب تعالوا نتعرف على ذلك لقد نهى نبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا ينطق عن الهوى عن لمس الكلاب ومخالطة الكلاب حيث أنه قد يضر بالإنسان ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لمس الكلاب ومخالطة الكلاب فمن احدث التأكدات المصدقة لما نهن عنه النبي صلى الله عليه وسلم اكد كشف طبي جديد ما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم مخالطة الكلاب لذا فقد حذر الاطباء من مس الكلاب ومدعبتها والتعرض لفضالاتها او لعابها لانه يزيد من خطر الاصابة بفقدان البصر او العمى بالاضافة الى بعض الامراض الاخرى التي قد تنتقل الى الانسان وقد وجد اطباء بيطريون مختصون ان تربية الكلاب والتعرض لفضالاتها قد ينقل ديدان طفيلية لدى الانسان بما قد تؤدي لفقدان البصر وتسبب فقدان البصر وبعد خصاء الطب البطري قاموا بفحص 60 كلبا واوجدوا ان ربع الحيوانات التي تحمل بيض هذا البيض هو عبارة عن دودة في فراء هذه الكلاب واكتشف 180 بويضة في الجرام الواحد من شعرها وهي كمية اعلى مما هو موجود في عينات التربة وكما ان وجد الربع الاخر به 71 بويضة تحتوى على اجنة واضح الخبراء ان بويضات هذه الديدان لازجة جدا وقد تنتقل الى الانسان وانها قد تنمو وترعرع في المنطقة الواقعة خلف العين مما قد تؤدي الى فقدان البصر لذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم منذ اكثر من 1400 سنة بعد ملامسة الكلاب ولعابها فهذا الامر ينقل الجراسيم الى الجلد والفم واللعاب فيصبح مؤذيا لدى الانسان ومؤذيا للصحة وكما اوصى صلى الله عليه وسلم في حال ملامسة لعاب الكلب باليد او بالاجسام ان يقوم الانسان بغسلها سبعة مرات احداها بالطراب او الطين الذي اكتشف مؤخرا انه يقتل الديدان والطفيليات حيث ان ملامسة الكلاب ومخلطة الكلاب قد تنقل بعض الامراض التي اكتشفت ايضا بعض الدراسات انها قد تنقل هذه الامراض دائل كلب او الصعار ونور وفيروس بالاضافة الى دائل براسترولات والسعفة والدودة المكورة وحساسية الاطفال ومرض الجلد والقوبال الحلقية بالاضافة الى بعض الامراض الاخرى لذلك اعزاء المشاهدين علينا بتنفيذ ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ملامسة الكلاب ولعابها وعدم مخلطة الكلاب واذا تعرض لذلك لعاب الكلب كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حال ملامسة لعاب الكلاب باليد او بالاجسام ان تقوم بغسلها سبعة مرات احداها بالطراب او الطين الذي اكتشف مؤخرا انه يقتل الديدان والطفيليات عزيز المشاهد نتمنى ان يكون الفيديو نالا اعجابكم نشكركم على حسن الاستماع لا وعجبكم الفيديو عليكم بالضغط الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته